بالنسبة للتواصل الحكومي كما قلت لك الآن لدينا واحد مجهود مكتف على المستوى رئاسة الحكومة ناطق الرسمي وزارة الاتصال وحتى الوزارة الوظيفة العمومية المنتذب المكلفة بالوظيفة العمومية على المستوى الإدارة رفع مستوى تفاعل الإدارة مع العملية ديالتواصل واللقاء الذي كان أمس والذي استدعيت له أيضا صحافة باعتبارها شريك وعدد من الصحفين كان عندهم فرصة للتعرف مباشرة على المكلفين بالتواصل والإعلام الذين حضروا ولكن نحن فعلا سنصدر دليل من بعد الدليل المهني لأنه كان دليل مهني اعتمد من طرف وزارة الاتصال سنصدر أيضا دليل يهم قائمة المستشارين المكلفين بالإعلام والهواتف ديالهم وأن يكون ذلك متاحا للمنابر الإعلامية هذا الأمر اليوم في مجلس الحكومة قدمنا النتائج ديال اللقاء وأهم نتيجة هي المسألة ديال أولا اعتماد إطار توجيهه عبر منشور السيد رئيس الحكومة يوجه لكل قطاعات الحكومية حتى تعتمد سياسة تواصلية سانوية فيها التفاعل مع الرجال ونساء الإعلام فيها تقديم المنجزات الآن نحن على مشارف واحد شهرين وهناك حصيلة دالة للعمل الحكومي فاحد العدد ديال المستويات كان الاعتماد ديال المشروع قانون المالية بشكلين يعني في الأجل دياله من أجل إطلاق وتعزيز دينامية الاقتصادية القانون ديال التغطية الصحية للمهل الحرة والأجراءة دياله عدم سحب القوانين التي كانت في البرلمانت 37 نص وانخرط في مناقشتها والاعتماد ديالها والآن عدد من النص استعتماد الوكالة الرقمية في مجلس النواب الوكالة الخاصة بالاستثمارات والصدرات القوانين القانون ديال التعاونيات الآن التعديل الذي كان أمس في مجلس المستشعين بمعنى هناك دينامية المستوى الشريعي الحكومة نخرطت فيها هناك عدد من النصوص القانونية التي تنظيمية مراصيم المرسوم الخاص بلجنة العرائد المرسوم الخاص بلجنة وطنية المكافحة الفساد المرسوم الخاص بمنظومة ديال الشيكايات أيضا برامج البرنامج الوطني الخاص بالصحة البرنامج الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالسلامة الطرقية هي البرنامج الوطني ديال الصحة الآن واحد من نتائج تمكين كل مستشفى إقليمي من الجهاز السكانير هذا السنة 48 سكانير عدد السكانير اللي كانين حاليا 52 انتقلوا من سنة واحدة انضعفوا العدد السكانير اللي كانين وهذا عنصر مهم بالنسبة إلينا كبلد ليس فقط على المستوى الصحي على المستوى التعليم دارت حركة انتقالية غير مسبوقة تمت الاستجابة لأزياد من 20 ألف طلب تيمتلوا 90% من الطلبات في السابق كان أقل بكثير أضخم عملية تشغيل كنت فهم انه تتر بعض الملاحظات في التدوير او بعض الاشكالات اللي كانت تكون عندنا عكاسات على بعض المتبرين وان شاء الله نعمل على استدراكها لكن في المحصلة العددية رعدنا حوالي 11 ألف اللي كانت في منتصف السنة 24 ألف حاليا وعد 8 ألف اللي هو المناصب اللي مقرر في عطار قانون المالية ولضفنا لذلك الباقي المناصب القانون المالية رانوصول أزيد من 60 ألف في التعليم أيضا الحرب على الغش واللي مكنات من التراجع لحالات بالستين في المائة أيضا في التعليم لإطلاق الحملاء ضد شبكات المخدرات والجريمة في البحيط دي المؤسسات التعليمية أيضا إطلاق أضخم برنامج وطني لمعالجة الإشكالية دي الاقتضاد والبنيات التحتية دي التعليم دي المرتبط بالمرافق الإشكالية المرتبطة بالمرافق الصحية والإشكالية المرتبطة بالجهزات دي الحجورات وهذا رأي مجهود كبير بحيث تقع واحد الإعداد مبكر وجيد للدخول المدرسي المقبل تسوية دي المخلفات دي البرنامج جيلتي سير كانت عندنا واحد يرى دفعة أولى ستصرف بزير من 600 مليون درهم والسيد وزارة التربية الوطنية أسبق لها أعلنت على أو قدمت مذكرة جوابية على المذكرة المجلس على الحسابات وينبغي العودته إليها للوقوف على الأجوبة المرتبطة خاصة التقرير الذي قدمه السيد رئيس المجلس على الحسابات سيكون موضوع مناقشة والسيد ورئاسة الحكومة ستتابع أن القطاعات الحكومية المعنية أن تقدم أجوبة وتوضيحات وردود حول القضايا التي أتلت أثناء ذلك التقرير أعطيتكم هنا هنا الأمثلة المرتبطة بالصحة بالتعليم الجنوبة الطانية للإستثمارات والعمل ديالها كان دال مصادقة على ثلاثة وستين مليار ديرهم ديال مشاريع السيثمارية والعقد ديالها البرنامج اللي عندناه هذا الشهر ديال الجنة العرائض ديال الجنة البطنية لمناخ الأعمال أيضا الإطلاق ديال الحزمة من الإجراءات للسيع جالية في مجالات متعددة بحيث أن كل قطاع حكومي وضع برنامج مثل نحن مثلا على المستوى المجتمع المدني كان من الإجراءات للسيع جالية المصادقة على المرسوم الخاص بلجنة العرائض والجمع ديالها وإطلاق حملة تواصلية وبوابة رقمية من أجل تلقي العرائض ديال المجتمع والجمعيات حولها التي تهم قضايا معينة بالتالي هناك مجهود الإشكال يوم وهذا الشيء يبرز احتف المشروع المرتبط بالمنارة الحسيمة المنارة المتوسط أن هناك تحدي تواصل ولهذا المعاناة اللي يعبرو على عدد من رجال ونساء الإعلام معاناة متفهمة والمجهود اللي انخرط فيه كناتق رسمي هو وضع إطار منهجي من أجل تواصل فعال مؤتر مسؤول صادق ودائم ويكون فيه الأجوبة مستمر وهذا الأمر نأمل أن ننجح فيه بتعاون من الجميع باعتبار الإعلام شريك أساسي في ضمان حق المواطن في الوصول إلى الخبر شريك أساسي في تعريف بالقرار العمومي تعليق والرأي هذاك حق تهم مرتبطة بحرية الإعلام ولكن الولوج للخبر والقرار العمومي وتعرف على حيتياته هذه مسألة أساسية ونحن لدينا الآن برنامج لذلك بحيث أمس تحدثات هذه الآلية ديال التنصيق وتبادل الخبرات بالمستشارين الإعلامين في الدواوين وعندنا برنامج لتعزيز القدرات والتفاعل مع الإعلام وهناك تحدي آخر ليس فقط التعريف بالمنجزات والرد على الأسئلة هناك تحدي المرتبط بالأخبار الزائفة الفيك نيوز هذا تحدي الآن عالمي خاصة مع التورة ديالشبكات الاجتماعية ولابد من تأهيل القطاعات الحكومية والتعاون مع رجال الإعلام ونساء الإعلام لأن الصحافة مهنة البحث على الخبر تحقق من الخبر ووضع الخبر في سياق دياله هذه مهنة الشبكات الاجتماعية بسيولة التي تعرفها تمثل تحدي لصفقة الفاعل العمومي بل أيضا حتى للناس يالصحر والإشكال الكبير هو الإشكال المرتبط بالأخبار الزائفة والفيك نيوز اللي من بعد الأطار ديالها كتكون صعبة تجاوز السعب ولهذا الحكومة اليوم غدا في إطار اعتماد سياسة تواصلية اعتماد سياسة تواصلية جديدة تستوعب المستجدات ديال العالم الرقمي تستوعب الحاجيات والتحولات اللي كانت في المشهد الإعلامي والتواصلي وتعمل على تنزيل الأحكام الدستورية المرتبطة بالحق في الولوج إلى الخبار والمعلومة باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسي لعملنا وهذا أمر اللي نحن ندب الآن بدنا فيه خطوة معينة اشتركوا في القناة